مرحبا بكم في قناة تحفة يوب والإدعاء أنه لا علاقة لها بأفعاله وملفات فساد زوجيها مدعية أن الأملاك بالخصوص التي في الجزائر لم تحاول تخبيئتها بل تدل العدلة الجزائرية عليها لكن الواقع كان ولزال يقول عكس ذلك لأنها هي وأبناؤها كانوا حاولوا بيع العديد من الأشياء التمينة فور بدء العدلة الجزائرية إصدار أحكام المصدر لممتلكاته بل والأكثر من ذلك الأخيرة كانت تدير بعض ممتلكاته وتعمل على حل حالة بعض مشاكله وتوصل مع منافسه وكذا ما فعلته مع صحف الهارب الفاسد عبدالصمار عندما كان سبقا يفتز عبدالسلام بوشوارب ببعض ملفات الفساد الكثيرة الأخيرة اتصلت به وطلبت منه أن يحدف كل معلومات والملف وطلب بدوره الفاسد عبدالصمار منها رشاوي مقابل سوكوز لدى زوجيها نحي قال كل الله يعاونك خميا وقل يعاوننا ثاني هي أصلا هذه القضية وتسربها يورطها ويؤكد أنها كانت ظلعة معه ومشاركة فيها بما يقوم من تحركات وهي التي تضح أن تروى كبيرة كتبها عليها زوجها عبدالسلام بوشوارب سواء في الجزائر ولبنان وفرنسا ودول أخرى نفس الشيء مع أبنائه وإخوته كتب عليهم أمراك طائلة لكونها كانت سياسة من التنويه على النهب وتهرب ملايين دولارات والأخير كانت الجهات القضائية سبقتها بخطوة عند تحرك بسرعة ومصدرت كل السيارات والمنقلة استمينة من مجوهرات وتحف وعتاد باهد كانوا بدأوا في محاولة أخذ بعضه من الفيلات الكثيرة التي يمتلكها لبيع ما يمكن بيعه والهروب بمقابله إلى الخارج لكن العدلة تصدت وصدرت كل شيء ومنعته من الدخول إلى أي شقاء أو منزل أو أرض وشركة عليها حكم بالمصادرة ولولا تحرك حينها العدلة الجزائرية لك نبع أغلبها الآن هي في ورطة كبيرة وبرغم من تحميلها المسؤولية لزوجها وتملص من كل ملفات الفساد لكنها لن تتملص بكونها الشركة فعلا لبعض أفعاده وستدخل بشكل مباشر لتلمعه والتغطية على فساده ونهبه للخزينة العمومية والظلم الذي كان يصلطه على الشعب بالتقشف رغم البحبوحة المالية حينها وللعلم فإن زوجة الوزير سبق عبد سلام بوشوارب كان نهار عليها جزء من الفيلة الفخرة التي يمتلكونها في لبنان عند وقعت من بيروت تعرضت لإصابات هي وابنتها أيضا في سنة 2020 وتلقت العلاج ونجت بأعجوبة هي وابنتها أما عبد سلام بوشوارب في ذلك الوقت كان بعيدا وهاربا تحديدا في فرنسا ولم يكن معها هذا وكان في تلك الفترة يعمل على تصوير شهد استبيا يدعي فيها أنه فقل عقله وغير مؤهل المحكمة وغيرها من محاولته الغريبة التي كان يهدف بها التملص من المسؤولية والمحاسبة إذ كان يدفع أموال طائلة لتبرئة نفسه والدعاءات فقدان عقله عبد سلام بوشوارب هو الذي تحصل على رشاوب الملاير من رجال أعمال وأصحاب مصنع السيارات على غرار حصوله على فيلا بمنطقة حيدراب العاصمة تتجاوز قيمتها 60 مليار من رجال أعمال وكذا فيلا أخرى حوال 200 مليار سنتيم فيما تلقى من آخرين شطف مجال تركيب السيارات رشوة بـ 14 مليار سنتيم إلى جانب حيزته على ثلاث شقق بالعاصمة فعنها بواب مرداز وسيارتين فخمتين وعقار ممنوع بموجب عقد هيفو وغيرها الكثير من الأملاك التي لا تعد ولا تحصى إذ سنزف بنهبه الخزينة العمومية وفقار الشعب فما هو الحكم الذي ترونه مناسبا عليه؟ سفر الإمارات في الجزائر نحو الطرد والإقالة وشرط لقبول سفر الجديد أكبر مفاجأة وقرار سياد من الرئيس سبون ويصاعد ضد بن زايد فأين ستصل العلاقات وهل يمكن إنقاذها قبل الانهيار؟ بداية ومع تصعير الجزائر في وجه الإمارات للرده على إترس مرر الإمارات في نفس سياستها لدى المسالح الجزائرية وحياكت ككل مرة المخططة ضد الجزائر رغم كل تحذيرات الرئيس بولي بن زايد الآن ضرب الجزائرية الأولى والتي سيكون لها ما بعدها من الردود وتصعيد متسارع وينتظر أن تعامل الجزائر الإمارات لكونهما متحلفين وبنفس سياست وتحالف ضد الجزائر فبعد تصنيف الجزائر لسفر الإمارات كشخص غير مرغوف فيه في الجزائر ورفضه أي حوار معه وتركه منبودا ومنفر للجميع لأن الجميع بات لا يتقه لكونه وفق ما أوردته الخبر سابقا المقاربة من الحكومة الجزائرية أنه بات بيدقا لتنفيذ مخططات ضد المصالح الجزائرية ويؤزم العلاقات أكثر ويشويه الجزائر ويحاول زازعتها من الداخل لهذا الأخير ولكونه بات محسوما إقالته وليس الإقالة فقط بل حتى تغيير المرتقب يقول مراقبون أن الجزائر لن تقبل أي بديل له إلا بشروط وتعهدات ووضع التصايد خيار أول للطرد والرد إداء السلام البديل وبشر نفس سياسة والمخططات فأعين الجزائر تتابع سفير الإماراتي الذي وصفته الجزائر بالفتان والمخادع والمعادي لهذا السفير الذي سيخلفه يجب أن لا يتورط في أي مخطط وإن تم كشف تحركات مشبوهة له لن تقبل الجزائر بعده أي سفير وتعلق الموافقة لأن أصلا العلاقات بين البلدين بحد ذاتها معلقة لكون الرئيس بون فقد اتقى كليا في السفير الإماراتي والإمارات بكل مسؤوليها وعلى رأسهم محمد بن زايد فالسفير الجديد الذي سيخلفه سيكون بشروط ومواصفات من الرئيس بون يجب أن توفرها الإمارات فيه ليتم قبله في الجزائر وإلا فلا وكالعادة الإمارات التزمت السمت مجددا رفضة تعليق على ما ورد من الصحافة الوطنية وتصنيف الجزائر لسفير الإمارات في القائمة السوداء وغير مروف فيه لعلمهم يقينا أن أي رد مباشر غير محسوب أو مستفيس سترد الجزائر بقوة عليه وتصعد فسابقا أيضا التزمت الإمارات السمت كليا عندما صرح الرئيس بون وتهم الإمارات ورئيسها محمد بن زايد بالتأمر على الجزار وأن الإمارات خربت دولا كثيرة في المنطقة وتحاول فرد سيطرتها ونفودها وأن حكامها وباته عبئا على الجزائر وتوعدتهم بالرد والمحاسبة ومع ذلك الإمارات لم ترد فالصمت الحالي الإمارات ليس بجديد لكن لن يجنبهم تصعير الجزائر ولا أي تهديئة فإذا لاستمرار الإنزعاج الجزائري وتصدي لكل مخاططات المحاكدة ضم صالحها والرئيس عبد المجيد بون معلق للعلاقات كليا مع الإمارات فيبدو أن تسريع في تحجيمها يسير بسرعة وقطعة ما تجري حاليا للحفاظ على المصالح العليا للبلاد إن لم تستحف فعل ما شئت شعار حملة شعبية ضد ابتسام حملاوي والإطاحة بها من رئاسة لهلال أحمر الجزائري ولن تصدق عن كل أفعالها وخرجتها مع المدعوة إنس عبدالي تعجل بسقوطها هي أيضا معها بداية رئيسة لهلال أحمر الجزائري ابتسام حملاوي تطل بخرج جديدة تستفز شعب الجزائري للمرة الثانية على التوالي هذه المرة مع المدعوة إنس عبدالي وضرورة إقالتها في الحملة الشعبية لرئيس سببون وكذلك محاسبة وتوقف حسب طلبهم بسبب ما فعلتها ففعلتها أصلا سابقة بمهاجمتها لجمعية البركة الجزائرية والدعاؤها أن الجزائر لتدعم البركة التي أصلا تقدم الإغادة للأشقاء في القطاع بحجة اتهامات وهي أطلقتها حملاوي للبركة مست وكادت تمس أيضا بالأمن القومي بها حينها عندما دعت أن البركة يسرقون أموال تبرعات الجزائر ويقدمونها لغير المدنيين وهو مكان حرك حتى أمريكا للبحث في خلفية تصريحتها والتحقيق أما الآن ولانعدام الكفاءة والمسؤولية لديها وثق مرقب والمشاركين في هذه الحملة الأخيرة التي باتت أكثر طلبا لإيقالتها من طرف الرئيس سبون والضرب بيد من حديد ضد هؤلاء وحتى توقفها لتحقيق المسألة وكل إجراءة الردعية حسب طلبهم بسبب تعيينها لمشهورة تيك توك كمسؤولة وسفيرة للهلال أحمد لأنها باتت أكثر مسؤولة